ينزف دم ويروي الشجر قدمت استقادي ما كان ممكن استمر خاص عقبلي سمعت البارحة نائب رئيس مجلس الإدارة وكل ما أسئل عن شيء يقولولي ما شغلك طيب يا أبوي في خطأ في الحسابات يقولي ما عليك هالأمور ما تخصك تعبت تعبت يا ليلى تعبت واللي سمعت البارحة كان النهاية طلال لا تأخذ الأمور بحساسية هذا أبوك لن أبوي عشان كذي بودر الشركة ما بعلاقة تتأثر مع أبوي بسبب الشغل بس أبو لا تحاول يتقنعيني هالمرة أرتح الشركة خلاص أنا بعد أسبوع بداوم في شركة ثانية أبوهم وصلنا هالشركة هو استقال منها علامة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخذ كل شيء بالحسبان واخذها مني حكمان اذا نجحت في تحدي البداية تنجحني النهاية وفي كل التعديات لان البداية هي الأسات وباقي الأيام يجبت ترتيبات عادية هذا الملف في كل شيء ادرس اللي فيه وطوع قوانينك عشاب انت انت متخيل النهاية؟ انا تعبت عليك وشكلتك علشان تكبر النهاية بتكتسحها بتتقلقها من جدوها لاني انا خلاص تعبت من تغديرها لازم كل ما عزت راسها تنهيها بالقانون مستحيل تكوني سابقا مستحيل مستحيل ترجمة نانسي قنقر كولول اختار لها القدر أن تبتسم في الوجوه باحثة عن من تؤوب إليه بضحكاتها تقف على قمة جبل من الفرع من تغاري مطر لتشهد جريانه في تنابيب الأرض وتفاصيل الحياة لتشارك الورد تمرها في نسمات ألوان قوسه البهيج ولتغرد مع الفراشات والسنوات في الأفق المتد لترى في حال وصوله إليها أبوين يمتشلانها موتمها المزاجي يتلفعونها أمل وتتلفعهم سموه غريبة مرن يومي لا يتصلوا ليرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى